سهام قبل نحو ساعة ونصف من الآن كان هناك وفد من أعضاء الكونغرس من مجلس النواب الأمريكي الجمهوري عدد من النواب الجمهوريين جاءوا إلى هذا المكان تحديدا إحدى الأعضاء وهي لورين بوبرت حاولت إزالة العالم الفلسطيني من وسط الساحة وقبل ذلك باستهجان ورفض من الطلاب ومن ثم كان هناك مؤتمر صحفي حاولت مرارا توجيه عدة أسئلة ولكنهم حاولوا تجنب الأسئلة التي وجهتها لهم الخلاصة التي أرادوا أن يأتوا بها الأعضاء الجمهوريين هي أن عمدة مدينة واشنطن ضعيفة ولا تقوم بما يجب عليها بإزالة هذا المخيم وبالتالي سوف يستدعونها للشهادة أمام اللجنة الخاصة بالرقابة في مجلس النواب الأمريكي ومن ثم إذا لم تقوم بما يتوجب عليها فسوف يتخذون إجراءات تشريعية لإزالة هذا المخيم الأسئلة التي وجهتها للنائب الجمهوري بايرون دونالدز سألته أولا عندما كان يتحدث عن ما يجه هو معادة للسامية وأن يجب على الطلاب أن يشعروا بالخجل من أنفسهم فقال ردا ولماذا لا تشعرون بالحزن على الرهائن الإسرائيليين وما حدث في السابع من أكتوبر فسألته سؤالا قلت له هل تعتبر الفلسطينيين بشرا كبقية البشر قال بالتأكيد ولكن حماس ما قامت به حماس يجعل منهم هدفا لإسرائيل فقلت له إذن أنت تعتبر أنهم أصبحوا أقل إنسانية بسبب أن حماس موجودة هذا ما تقوله رفض الإجابة على ذلك سألته بعد ذلك لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تدعم دولة تؤمن بتفوق اليهود على بقية الشعوب رفض الإجابة على ذلك ومن ثم سألته إذا كان الكونغرس الأمريكي الآن أصبح متخصصا في حماية المجرمين المتهمين في جرائم الإبادة من قبل المحكمة الجنئية الدولية إذا تحول الكونغرس الأمريكي إلى مكان لحماية هؤلاء رفض الإجابة على هذا السؤال كما توجهت بنفس الأسئلة لرئيس لجنة الرقابة جيمس كومر ورفض الإجابة على نفس الأسئلة بطبيعة الحال أنت حرشتهم بهذه الأسئلة وهم يعلمون إجابتها يقينا ولكن أنت تعلم أن واشنطن موجودة لحماية إسرائيل ولدعمها طيب الآن بعد الذي شهدتموه أنتم في العاصمة واشنطن أو في جامعات أخرى في نيويورك إلى غير ذلك من قمع ومن أيضا شباكات بين الأجهزة الأمنية والمعتصمين والداعمين للقضية الفلسطينية ما أصدأ ذلك؟ يعني حتى اللحظة يمكن أن أتحدث كنت أتحدث قبل قليل ما عدد من التواقم الصحفية الموجودة في المكان هم يعتبرون أن ما يجري طالما بقي على سلميته فهو أمر يجب تشجيعه التعبير السلمي عن الرأي أمر يجب أن يشجع ويجب أن يساند الفكرة هي أن يعني كما جاء عضاء الكونغرس قبل قليل وقالوا أن ما يجري هو تعدي على ممتلكات الغير ومعادة للسامية وكراهية لليهود وبالتالي هناك حملات تشويه لما يجري هنا ولكن في الواقع عندما يأتي الصحفيون إلى المكان ويرون الطلاب في خيامهم وهم يجون أنشاطات مختلفة بعضهم يقوم بصناعة لافتات بعضهم يقوم بالغناء بعضهم يقوم باستذكار دروسه لأنه عندهم امتحانات نهائية خلال أسبوعين فبالتالي لا ترى أي أعمال لا يمكن وجود أي أعمال عنف في هذا المكان لا يوجد نهائيا فبالتالي هذه هي نقطة مثيرة للإستغراب عندما يتحدث الناس أو مساء الإعلام اليمينية والمؤيدة لإسرائيل تتحدث عن هذه معسكرات للكراهية ومعسكرات لتأييد الإرهاب فهذه هي تعتبر شيء مثير للاستغراب بشكل كبير صحيح شكرا جزيلا لك مرسل الغد سهير شاعر كنت معنا براش شكرا جزيلا لك